أهلا مساء الخير زهور مساء الخير مشاهدينا جمعة مباركة للجميع إن شاء الله والأجواء رح تكون ماطرة بحول الله خلال الصعات القليلة المقبلة خاصة على السواحل الوسطى والشرقية للبلاد بالإضافة لكل ذلك مشاهدينا الأجواء الباردة إن شاء الله مرتقبة خلال الصعات القليلة المقبلة خاصة بداية من مساء يوم غد السبب تسرب هواء بارد نسبيا رح يعمل على خفض درجات الحرارة خاصة على الدنيا وكذلك الفترة الليلية الفترة صباحية وفترة الليلية أقول رح تكون بين حوالي خمس درجات إلى سبع درجات فقط يعني تقص جد بارد مرتقب على المدن الداخلية بالنسبة للمناطق الساحلية إن شاء الله رح تكون كذلك يعني درجتها باردة ما بين 10 إلى 15 درجة وتأثير الهواء البارد حيكون حاضر إن شاء الله مع ظهيرة يوم الأحد المقبل إن شاء الله حيكون كذلك انخفاض محسوس في درجات الحرارة القصوى بالمناطق الشمالية ونشوف التفاصيل والبداية أقول بالأمطار والتنبيه المرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم تستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا وهذا عبر كل من ولاية تيبازا الجزائر العاصمة البوليدا بومردستيزوزو كذلك بجاية جيجل واسكيكدا إن شاء الله يارب تكون أمطار خير بالنسبة للتوقعات فيما يخص ساقط الأمطار بحول المرتقبة للساعات القليلة المقبلة صباحة يوم غد أو فجرة يوم غد السبت إن شاء الله الأمطار الرعدية قديم حاضرة على الجزائر العاصمة كذلك تيبازا البوليدا حتى على تيزوزو جيجل واسكيكدا إن شاء الله إن شاء الله يارب تكون أمطار خير لصباحة أو فجرة يوم غد السبت بالنسبة لظاهرة يوم السبت إلى غاية يوم الاثنين نلاحظ الأجواء مستقرة بعض السحب من النوع العالي راح تميز غلب المناطق الشمالية خلال ظاهرة السبت إلى غاية يوم الاثنين إن شاء الله صفاء واستقرار عبر مختلف ولايات الوطن وهذا بعد تسجيل بعض الزخات المطارية إن شاء الله مساء اليوم وإلى تستمر الأمطار في التساقط إلى غاية فجرة يوم غد السبت إن شاء الله وهذا عبر كل من الجزاء العاصمة البوليداتي بازاتي زيوزوب جايا جيجل سكيكدا وعنابة نمر إلى الكتل الهوية ودرجات الحرارة يحتصن على الاستثناء وفارقة شاسع فيما يخص درجات الحرارة المقارنة التي استجلناها نهار اليوم حتى الأيام الماضية إن شاء الله بداية من مساء يوم غد وتترب هواء جد بارد راح يعمل على خفض درجات الحرارة بالنسبة لفترة الصباحة وحتى الفترة الليلية نلاحظوا الألوان الخريفية إن شاء الله مشاهدين راح تكون حاضرة بشمال البلاد يعني اللون الأخضر إلى اللون الأصفر بحول الله يعني حسب مفتاح الخريطة درجاتها راح تكون ما بين خمس درجات إلى سبع درجات وهذا عبر مختلف المناطق الداخلية على سبيل المثال عبر كل من ولاية قسنطينة سطيف بورج بوريج باتنا ميلا خنشلت بسة أم البواقي كذلك على البويرة حتى على تيارة البوليدة المدية سعيدة الجلفة وأعين الدفلة بالنسبة للسواحل الوطنية إن شاء الله سنسجلوا ما بين حوالي 10 إلى 15 درجة أما بالظاهرة السبت إلى غاية ظاهرة الاثنين سيكون هناك انخفاض محسوس في درجات الحالقص وبداية من ظاهرة يوم الأحد بحول الله سنلاحظوا سيكون هناك حضور لون الأصفر إلى البرتقال يميز أغلب المناطق الشمالية للبلاد وعليه يرتقب أنها تكون بين 20 إلى غاية 25 درجة وهذا بداية من ظاهرة يوم الأحد بالنسبة لظاهرة يوم السبت يوم غد السبت إن شاء الله مشاهدينا نوعا ما تقديم درجة حرارة نقدم عليها فصلية نسبيا يعني تكون ما بين حوالي 25 إلى غاية 30 درجة كأعلى مقياس جنوب البلاد مشاهدينا كما نلاحظوا في الصورة يعني في فترة الصابحة والفترة الليلية درجة الحرارة إن شاء الله تراوح ما بين 20 إلى غاية 25 درجة بالنسبة للظاهرة يعني المرتفع القوي أو الكتلة الهوائية الحرارة نسبيا نحن تبقى دايما متمركزة على الجنوب الغربي وسط الصحراء لذلك نبقى دايما نسجو حوالي 45 درجة مئوية تحت ظل على مدينة تندوف بنعة باس تيميمون أدرار إن صالح كذلك على المنيعة غرديا وورقلا إن شاء الله بنسبة لحالة البحر مشاهدينا المرتقبة للساعات القليلة المقبلة خاصا مع دخول أو تسرب الهواء البارد حيث تكون هناك رياح يعني بطبيعة الحالة يعني تخلي الهواء البارد يدخل إلى المناطق الشمالية الرياح هيكون لديها تأثير على سطح البحر كما نلاحظوا مشاهدينا سيكون بحر قليل اضطراب إلى مضطرب أو هائج محليا يعني كنلاحظوا اللون الأخضر في الخريطة يدول على أن الرياح تكون قوية وسرعتها تراوح ما بين 60 إلى غاية 70 كم في الساعة راح تميز على فترات طول الشريط السحدي بداية من يوم غدا سبت إلى غاية يوم الاثنين الحطى والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية لأن البحر تارت يكون نوعا ما هادئ نسبيا ليصبح على تارت أخرى يعني هائج إلى مضطرب على طول الشريط السهلي مشاهدينا الجواء حتكون باردة إن شاء الله يعني سمة التقص خلال الساعات القليلة المقبلة تقصح يكون نوعا ما بارد وهذا عبر مختلف المناطق الشمالية للبلاد خاصة خلال فترة الصبيحة وحتى الفترة الليلية لأول مرة يعني مع دخول فصل الخريف ستنخفض درجات الحراء إلى خمسة أو سبعة درجات كأعلى مقياس بشمال البلاد بهذا مشاهدينا سليطي ورقة حوال التقص نعود الآن إلى ظهور الاستكمال